الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا أبناء الأعزاء في طبعا هذا الفيديو جديد واللي كي تعلقنا طبعا بالفرض الأول من الدورة الأولى طبعا الإجتماعيات الجغرافية القسم السادس ابتدائي إذن الدرسين هما خارطة العالم المسطحة ثم خارطة العالم الكرة الأرضية أتمنى أن تحصلوا على عشرة عشرة على عشرة في طبعا هذا الفرض نعم نشرع على بركة الله وأولا خذوا طبعا قلام ورقة مززوجة وضبطوا الوقت على طبعا حوالي 30 دقيقة وأجيبوا على الأسئلة الثالية نعم التمريل الأول أجيب بصحيح أم خطأ نعم يقع المغرب في الشمال الغربي من القارة الإفريقية هل هو صحيح أم خطأ نعم عندنا هنا التمثيل المسطح طبعا للكرة الأرضية يقرب لنا الشكل الكروي للأرض صحيح أم خطأ التمثيل المسطح طبعا للكرة الأرضية والشيء يقرب لنا الشكل الكروي للأرض أم لا التمثيل الكروي يشبه صورة الأرض بالأقمر الصناعية يوجد في أقصى الشمال شمال الكرة الأرضية محيط المتجمد وفي أقصى الجنوب هل يوجد محيط متجمد أم لا نعم صحيح أم لا إذن هذا طبعا بالنسبة التمرين رقم 1 نمر إلى التمرين رقم 2 أعطونا هذه طبعا تمثيل الكرة الأرضية هنا أعطونا الأرقام 1 2 ثم 3 ثم 4 وم 5 والسؤال كالتالي أسمي القارات والمحيطات التي تشري إلى الأرغام إذا عندنا القارات طبعا والمحيطات هذا محيط ومحيط ثم هذا بحر هنا إذن هنا خمسة قصد بها البحر هذا وليس طبعا القارة أوروبية إذن هنا سنسمي هذه الأرقام نعطي المدلودية لهم هذه الأرقام هذه ماذا تمثيل هذه الأرقام بعدها سنمر إلى طبعا التمرين الموالي اللي هو التمرين التالي طبعا الكرة الأرضية طبعا هنا قسمها إلى قسمين ثم هنا إلى قسمين نعم طبعا هذا التجاه هذا ماذا نسميه التجاه اليمين ثم التجاه اليسر نسميه ثم نحو الأعلى ماذا نسميه ثم نحو الأسفل إذا هذا الأرقام سنسمي هذا الرقم ثم هذا الرقم إذا هذا تجاه نحو الأعلى ماذا نسميه وتجاه نحو الأسفل ماذا نسميه نحو اليمين تجاه ماذا نسميه نحو اليسار ماذا نسميه هذا النصف هذا هذا النصف ماذا نسميه هذا النصف ثم هذا النصف هذا وهذا الخط ماذا نسميه هذا الخط هذا الأسفر وهذا الخط كذلك ماذا نسميه سبق وأن درسنا طبعا في الدرس الثاني ماذا نسمى هذا الخط وماذا يسمى هذا الخط نعم ثم هنا الإتجاه جيال SUR نحو الأعلى نحو الأسفل هذا النصف هذا ما نسميه هذا النصف بنسبة الكرة وهذا النصف ما نسميه هذا طبعا بالنسبة التمرين الثالث إذن نمر الآن إلى طبعا الإجابات نعم بالنسبة التمرين هذا هو هذه النصف هذا يكون النصف الشمالي وهذا النصف الجنوبي هذا التجاج الشمال وهنا الجنوب هنا طبعا الشرق وثم هنا الغرب هنا خط غينيش وخط الاستواء ثم هنا خط غينيش وخط الاستواء هنا خط غينيش وجنوبきた Londres لنمر إلى التمرين الأول تقوم بالخطاء في الشمال الغربي minimum نعم سبق عند درسناها في القسم الخامس شدائي والسادس يقع المغرب في الشمال الغربي من القارة الإفريقية التمثيل المسطح يقرب لنا الشكل الكراوي الأرض لا التمثيل الكراوي هو الذي يقرب لنا الشكل الكراوي الأرض التمثيل الكراوي ليس المسطح المسطح فهو عاكس هالعنوصف أما هو لا يقرب لنا من الشكل الكراوي الأرضي التمثيل الكراوي يشبه صورة الأرض بالأقمار الصناعية التمثيل الكروي يشبه صورة الأرض بالأقمر صحيح صحيح لأن التمثيل الكروي مدام أن الكرة أرضية كروية الشكل فالتمثيل الكروي يشبه صورة الأرض بالأقمر صحيح يوجد في أقصى الشمال محيط جميل يعني يوجد في أقصى الشمال الكرة الأرضية محيط جميل صحيح وفي أقصى الجنوب كذلك محيط متجميل إذن هذا الجواب صحيح نمر إلى التمرين الموالي إذن هذه هي القارة الإفريقية جوج طبعا هناك المحيط الأطلنطي هذه معروفة أمريكا الجنوبية وهنا طبعا أمريكا الشمالية هنا أمريكا جزء منها وهنا أمريكا الجنوبية هنا كنا المحيط طبعا جزء من المحيط الهندي وهنا هي طبعا بين المغرب وإسبانيا هنا كنا البحر الأبيض المتوسط هنا كنا البحر الأبيض المتوسط أعيد هذا المحيط الأطلنطي هنا المحيط الهندي جزء منه هنا أمريكا الجنوبية هنا كنا الشمالية والمطابورة ثم هنا القارة الإفريقية هذه التي تبدوها واضحة القارة الإفريقية وهنا البحر الأبيض المتوسط البحر الأبيض المتوسط طبعا إذن هذه القارة وهذه القارة وهذه القارة وهذه القارة وهنا المحيطات المحيط الأطلنطي المحيط الهندي ثم البحر الأبيض المتوسط أتمنى أن تكون قد سفت